وأبو حنيف رحمة الله عليه له قصة معروفة مذكورة في كتب السير والآداب كان له جار فاسب وهذا الجار فاسبه في شرب الخمر وأيضا يغني في الليل إذا لعبت الخمر في رأسه ودائما هذه حال ولذلك إذا أصبح إذا سكر عفوا كثر صياحه وغناؤه يقول أضاعوني وأي فتن أضاع ليوم كريهة وسداء بثغري خلاص لعبة الخمر في رأسه يقول أضاعوني وأي فتن أضاع ليوم كريهة وسداء جرائم فكان أبو حنيف رحمة الله عليه يستمع يعرف هذه الأبيات في يوم من الأيام افتقد هذا الصوت فجاء طبعا قيل بأن الحرس أتوا وأخذوه أخذوا هذا الرجل وهو سكران وحبسوه فافتقده أبو حنيف رحمه الله تعالى فسأل قال ما فعل جارنا لقد فقدنا صوته فقيل أخذه الحرس البارحة وحبسوه فقال قوموا بنا نسعى في خلاص فإن حق الجار واجب لذلك طبعا قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار فذهب إلى مجلس الأمير فلما بصر به قام إليه وأخذ بيده الأمير ورفع من مكانته وأقعده بجواره لأبو حنيف كان معروف ومقدم ومحترم عند أهل زمانه ثم قال له ما حاجتك يا أبو حنيف ما الذي جاء بك فقال جئت لي محبوس عندك من جيراني أخذه الحرس البارحة فأنا أسألك أن تطلق سراحة وتهب لي جرمة أنتهب لي ذنب يعني جرمة فقال الأمير قد فعلت ولجميع من معه في الحبس الله أكبر نخرج هو من معه في الحبس ثم قال هل لا بعدت برسول حتى أقضي به حقك وأخرج منه يعني ما في داعي تكلف نفسك لو أرسلت واحد من طلابك كفيناك طبعا فلما أخرج الجار قال له أبو حنيفة هل أضعناك يا فتى أخذها من نفس القصيدة أو الأبيات يقول أضعوني قال هل أضعناك يا فتى قال لا والله يا إمام ولكن لا تراني اليوم أفعل شيئا تتأذى به فقام أبو حنيفة وأخرج عشر دنانير وأعطاها له وقال استعم بهذا المال على ما دخلك من نقص أثناء يعني حبسك ومتى كان لك حاجة فبسطها إلينا يقول متى ما صار لك حاجة فبسطها إلينا واترك الحشمة فيما بينه وبينك يعني لا تتكلف ولا تقول بالله أكد أبد أنت واحد من كان يقول واحد من الأسرة الرجل قام وقبل رأس أبي حنيفة وبعد ذلك أصبح من طلابي أبي حنيفة يختلف على درسه ويتفقه عليه يقيل بأنه أصبح أحد فقهاء الكوفر أحد فقهاء هذا الرجل أسره أبو حنيفة بإحسانه بمعروفه ولاحظ ذهب يستنقذه من السجن قال لأن له حق الجيرة له حق الجيرة